احنا دلوقتي بنسعى ان احنا نقابل الشركة المتحدة ويبقى نحاول نعمل بروتوكول تعاون ما بين اكاديمية الفنون لوحدها يعني اكاديمية الفنون كقطعة منفصل يعني والشركة المتحدة هتقدموا ايه؟ احنا محتاجين ان احنا اولا محتاجينهم يبقوا هم راعي لنا لان احنا عندنا انشطة كثيرة بنقدمها احنا محتاجين ان يحصل الانشطة دي تبث على القرارات الخاصة بتاعتهم محتاجين ان الولاد بتوعنا سواء في المسرحيات او في الانشطة حاجات الفرق الشعبية عندنا او انا لسه كنت عايز اقول لحضرتك ان انا احيات مصرح العرائس مصرح العرائس انا مهتمية بيه جدا وشايفة انه مصرح العرائس يعني مثلا الليلة كبيرة لو على سبيل المثال كانت جزء من تشكيل وجدان لكلنا لحد النهاردة وشيفي حضرتك بقالها عدة سنوات طويلة يعني فانا الحقيقة جيت لقيت انه دلوقتي الاطفال كل اللي علاقتهم بالفنون هو الموبايل واللابتوب وانا الحقيقة او التاب فالحقيقة انا بالنسبة لي شيء ده شيء بغيد بالنسبة لي تماما يعني ممكن يلجأ له في جزء من حياته ولكن ما تبقاش هي حياته كلها ان انا عايزة اجزب الاطفال تاني ان هما يتفرجوا على الفنون ان هما يشاركوا في الفنون ان هما يلعبوا رياضة رياضة دي متخصنيش ولكن انا بتكلم عن جزء فاحيات مسرح العرايس بالمعهد العالي للفنون الطفل اللي عندنا في اكاديمية الفنون معهد العالي للفنون الطفل معهد عالي بعد البكاريليوس والليسانس بياخدوا الطلاب المتخصصين يعني احنا عندنا اقسام مختلفة من ضمنها قسم العرايس فقسم العرايس بدأنا نشتغل عليه دراسات عليا بدأ في انجاز طب ده شيء جميل لكن الناتج مثلا هيعرض على مسرح الاكاديمية حضرتك عارفة بكار شخصية بكار اللي كل الاطفال حبيتها وبعت ايكونة انا عملت ايكونة تانية اسمها فرحة عروسة خشب من اولادنا من زاوي الهمم عندها متلازمة دون دي العروسة واسمها فرحة وفرحة دي من خلالها هعمل سلسلة من الحلقات بتكلم عن قيمة العمل اهمية تقبل الآخر الصدق ايه وضع اكاديمية الفنون حاليا لازلنا الحمد لله ان احنا بنتمتع او بنتفرد في ممطقة الشرق الاوسط ان مفيش مكان زي اكاديمية الفنون في كافة مجالات الفنون المختلفة في مكان واحد ده نمرة واحد نمرة اتنين لازلنا لنا الريادة يعني في بعض الدول الشقيقة بتبني اكاديميات دلوقتي وبتبني معاهد خاصة بالموسيقى او السينما الحقيقة بتستعين باكاديمية الفنون في الدرجة الاولى يعني يعني اكاديمية الفنون نمرة واحد بالنسبة لها بحيث اللوايح من حيث اعضاء هاي التدريس احنا النواة احنا بنبقى النواة الاساسية لبعض الدول العربية في تكوين معاهد خاصة بالفنون اشتركوا في القناة